تحدد الطائرات الحربية والمدافع إيقاع يوميات سكان مدينة دومة المحاصرة شرق دمشق إذ تتحكم واترة القصف بكل قراراتهم من إرسال أولادهم إلى المدرسة أو الخروج لقضاء حاجياتهم وصولا إلى الاختباء لساعات تحت الأرض في أحد أحياء دومة حفر أبو عمر حفرة داخل منزله في الهندسة الشامية العربية وحولها إلى غرفة صغيرة باتت ملجأ العائلة والأقارب عند اجتداد القصف من خطرة بالي هالفكرة يعني لتحجرب احفر هالجورة يعني ومثل ما شايف تحتها البيت بيط عربي يعني حفرناها واشتغلنا فيها اشتغلنا فيها يوم اثنين ثلاثة لمدة خمسة عشر يوم لأنه ما في مطرح يعني منها الضرب يعني نروح عليها نتخبى فيها كذا ما في مطرح وتبلغ مساحة هذا الملجأ ثلاثة عشر مترا مربعا وهو بعمق أربعة أمتار الأهل البيت لها الجيرانة ما يعدوا فيها يعني بسناء إذا صار في ضرب وحفرناها بنعدات يدوية ويمضي الأطفال أحيانا حوالي أربع ساعات تحت الأرض ينهون واجباتهم المدرسية ويساعدون بعضهم البعض ويلعبون معا حفرنا هذا النفق من شأن نعطي أن نحن معمي من شأن القصف وشأن طيران واعتاد الأطفال في منطقة الغوطة الشرقية على القصف حتى أن ألعابهم وملاهيهم ومدارسهم باتت موجودة تحت الأرض أو صنعة من مخلفات صواريخ تقصف بها مناطقهم منذ أربع سنوات